ترأس سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله اجتماع مجلس الأمن الوطني بحضور عدد من الوزراء وكبار القادة والمسؤولين بالجيش والشرطة والحرس الوطني حيث تم خلال الافتماع بحث آخر التطورات الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية هذا وأكد سموه حفظه الله ضرورة التنسيق والتعاون المستمر والمزيد من التحديث والتطوير والربط بين أجهزة الدولة المختلفة ومضاعفة الجهود لحفظ أمن واستقرار الوطن متمنين سموه للجميع التوفيق والسداد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه